السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال المريخ اللي رح ينتقل من برج الثور لبرج الجوزاء يوم السبت عشرين تموز يوليو رح ينتقل كوكب المريخ ساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة يعني نقدر نقول مساءا بتوقيت جرينيتش من مساء يوم السبت ورح يظل بحركة أمامية حتى يوم الأربعة أربعة تسعة الساعة سبعة وخمس وأربعين دقيقة مساءا طبعا كوكب المريخ معروف بتاثيراته انه له علاقة عن الطاقة والنشاط والجراءة والقدرة الجنسية ومن صفاته طبعا لما بيكون إيجابي بعطينا الشجاعة والإقدام وحب المنافسة والجراءة والاندفاع والطاقة للعمل والناحية الجنسية ولكن لما بيكون منتحس بيعطينا الجدل والجدال والقسوة والتسرع جدير بالذكر طبعا أنه لازم أنوّلها النقطة أنه عادة لما بيكون في عملية انتقال للمريخ قبل عملية الانتقال وبعد عملية الانتقال بخمس أيام بتزيد فيها هاي الفترة أعمال العنف والحوادث والمشاحنات وحديت الطباع لأنه هذا كوكب يعني كوكب الدم والنار وكان يسمى قديما عند العرب النحس الأصغر له بيجي أقل من زحل بشوي بالنحوسات وكانوا يتشاؤموا من حركته ولا شك أنه انتقالوا من برج لآخر دائما بسبب نوع من أنواع العنف والخصومات والحرائق وبسيطر التوتر على نفوس الناس عموما وبرضو بيأثر دوليا يعني منجد أنه الدول المحتدمة أو اللي فيها مشاكل بتزيد الأحداث والعمليات والتفجيرات أو المظاهرات والأمور مثل هيك كوكب المريخ وكوكب العنف والدم والنار والمواجهات العانفة والحوادث وخاصة في المناطق زي ما حكينا الساخنة وبما أنه وجوده في برج هواعي فتأثيره الكبير رح يكون على كل ما يتعلق بالهواء العواصف الرملية الرياح الشديدة وبما أنه الجوزاء وإلو علاقة بالحركة والاتصالات والمواصلات برضو بزيد من حوادث السيارات والطائرات وانتقال الأمراض ومشاكل تتعلق بالتكنولوجيا والاتصالات بأنواعها وبتزداد معه موجات الطلاق والزواج والرغبات الجنسية رح يشعروا موليد برج الجوزاء بالطاقة والجراءة والرغبات الجنسية وبيستفيد معهم موليد الأبراج الهوائية الأخرى مثل الميزان والدلو والنارية اللي هم الحمل والأسد والقوس وكل شخص لما انولد كان عنده المريخ موجود في برج الجوزاء وعادة هذول الأشخاص اللي بين والده بيكون المريخ عندهم بالجوزاء بيتمتعوا بنشاط فكري ودماغ قوي وقدرة على التحديات ودراسة وإدراك مواضيع صعبة وكمان بيكون عندهم نشاط بدني عالي جدا ورغبتهم بكل ما يتعلق بالانطلاق بأي مجال موجوده طيب عشان ننظر لها سعودة ونحوست المريخ أثناء تواجدوا بالجوزاء لازم إننا نشوف اللي هي من فترة اللي هي خلال الفترة ما بين عشرين سبعة وأربعة تسعة إيش الزوايا اللي رح تتشكل عشان نحكم يديش نسبة السعودة والنحوصة بالنسبة للزاوية الأولى وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين بلوتو رح تكون يوم اثنان وعشرين سبعة هاي الزاوية طبعا تأثيراتها خمس أيام قبل وخمس أيام بعد تجعلنا نبدو في بعض الأحيان خجلين أو خجولين أثناء التعامل مع الغير ولكن ممكن نرد بشكل عنيف يعني بشكل عنيف جدا على أي شخص بثيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية بين الشمس وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة يوم ستة وعشرين سبعة بتدفع بحضورنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا بتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح وميلنا لحسن التصرف وهذا الاتصال بجلبنا الحظ والنجاح وإمكانية أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم من ممكن أن نحقق نجاح في حياتنا المهنية أو المادية وبتربط علاقاتنا بتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين المريخ وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون ذروتها يوم 14-8 طبعا تأثيراتها قبل بخمس أيام وبعد بخمس أيام اللي هي قوة الذروتاتها بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين وبتتعرض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطراب بسبب سوء التدبير أو بسبب تخصيص الدولة ميزانية أكبر للشؤون العسكرية وهي فترة غير مناسب العقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا يعني تتعرض لبعض العراقيل وما بيتبن التوصل لاتفاق وفي هاي الفترة ممكن يعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين ويلقى تأييد شعبي كبير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين المريخ وبين زحل هاي الزاوية بتزيد منها العصبية ولازم في هاي الفترة نتمالك العصاب ضبط النفس عند التعامل مع الغير ونتجنب المواجهة وبيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاد داخل بينعكس على علاقاتنا مع الغير بيدفعنا للإفراط اللي ممكن يسبب بعض الحوادث أو أحمليات جراحية وبيزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا وممكن يعرضنا لهجومة يعني من بعض الخصوم يكون قوي دوليا بتزداد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة وبرضه بتدل على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع صناعة الثقيلة والبورصة والقيم وتراجع المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن احتمال وقوة حوادث أو اضرابات ويعني هيك بقطاعات المناجم المحاجر والمعامل اللي ممكن يعرق الإنتاج كما أنه بزيد من نفوذ رجال الأمن والجيش وبيتعرض المواطنون للقمع والتعصف في بلد ما وفي هاي الفترة بتزيد شعبية أحد الدعاء أو رجال الدين من المحافظين أو المتعصبين وبتشهد فضائح بتمس بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية سلبية بين الزهرة وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون يوم 23 ثمانية بتجعل التفاهم مع من حولنا صعب وأكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية بتدفعنا للطيش والإفراط وهذا التحول غير مناسب لعلاقات الحب وتوقيع العقود وبدل عز دياد أعمال العنف والعدوان وخصوصا ضد النساء وزيادة حوادث الإغتصاب والفوضائح الجنسية والخيانات الزوجية وبعاني الفنانون والمطربون من عدة صعوبات في تسويق أعمالهم الفنية وهذه فترة غير مناسبة للاستثمارات المالية وطرح منتجات جديدة للأسواق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون ذروتها يوم 24 ثمانية بيسود شعور عام بالويام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقة مع الأحبة وبتجعلنا يعني هيك بتشجعنا على القيام بالمبادرات بتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري بتمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في أداء الأعمال أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون يوم ثلاثة تسعة بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا إنهم بيكذبوا علينا وبرضو بتضعف من إرادتنا وقدرتنا على الكفاح والمبادرة وبتثير رغبتنا الجنسية ولكن بشكل سلبي بتسبب لنا نزاعات مع المحيط وممكن يحث بعض الأشخاص على استهلاك الكحول أو الأدوية أو المهدئات وبرضو بتسبب حوادث لها علاقة بالماء أو الغازات أو الضباب وبدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية بهاي الفترة اللي هي ثلاثة تسعة احنا قولنا الزاوية بنرجع يبلها بأسبوع وبعدها بأسبوع لأنه اللي بيتناولوا أدوية هدول ممكن يتناولوا أدوية بطريقة خاطئة بتدل على اضطراب سياسي في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية أو المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو إضرابات في قطاع الصناعة أو الصحة وبرضو بتسبب الحوادث في الماء أو الغازات أو الضباب زي ما ذكرنا زي ما شفنا إنه زوايا ممتزجة يعني فيه إيجابي وفيه سلبي فعشان هيك أنا راح أذكر العبارة وإنت بدك تحذر منها يعني تأخذ فيها إيجابيا وتحذر منها أيضا سلبيا عشان تتوافق معك ولازم تسمع برجك وتسمع طالعك لأنه برجك هو بدل على أنت كيف راح تتصرف ولكن عفوا برجك هو بدل على أنه كيف العالم اللي حواليك بتعامل معك وطالعك أنت كيف بتتعامل مع العالم اللي حواليك يعني أنت كيف تصرفاتك راح تكون بالفترة القادمة برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل بما أنه الانتقال المريخ راح يكون على البيت الثالث فإذن هو راح يركز على السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات والدراسة ما دون الجامعة بدهم يحذروا في السفر داخل المدن وبدهم يتجنبوا مواجهات مع أخ أو جار وبرضو بدهم يحذروا أثناء قيادتهم للسيارة ممكن يصير عندهم أعطال أو بعض الحوادث وممكن يعني يتسرعوا في بعض التصرفات برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا الانتقال راح يكون على البيت الثاني اللي له علاقة بالمكاسب المالية صحيح أنه راح تجيك بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم هدايا ولكن برضو بهاي الفترة بتتصاعد النفقات عندك حاول أنك ما تغامر ماليا لأنه إلا إذا بشكل مدروس عشان ما يصير فيه نوع من أنواع الخسارة المفاجئة برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة بما أن التراجع راح يكون عندكم إذن بدكوا تضبطوا أعصابكم أثناء التعامل مع الغير لأنه فيه عندك استعداد عالي جدا للتصرفات المتسرعة ضبط الأعصاب مطلوب ثقتك بنفسك لازم تكون موجودة وهدوءك التام وحاول ما تتخذ أي قرارات يبل ما تراجعها بشكل دقيق عشان ما تكون متسرعة وتندم عليها لاحقا برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا وجود المريخ راح يكون في بيت المتاعب إذن بدكوا تحذروا من أشخاص بتآمروا عليكم من نهراء الكواليس وإحذر أثناء التعامل مع الغرباء وحاول أنك ما تأمن سرك لحد ضبط الأعصاب برضو مطلوب باتخاذ القرارات حاول أنك تراجع نفسك قبل ما تتخذ أي قرار برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا وجود المريخ راح يكون في بيت العلاقات الاجتماعية وبيت الأصدقاء فحاول في الفترة هاي راح تنشط اجتماعيا راح يظهر بعض الأصدقاء الجدد في حياتك ولكن بدكتم تنعوا عن مواجهة أو فرض السيطرة على صديق برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء بدهم يتجنبوا الدخول في أي مواجهة مع المسؤولين في مجال العمل لأنه برضو لا تنسى أنه هذا بيت السمعة إذن أي تصرف غير مدروس ممكن تشوه سمعتك فيه حاول أنك ما تخالف القوانين ما تجازف ما تغامر وإحذر أثناء عملك وحاول أنك تلتزم بشكل كامل بعملك عشان ما يكون فيه انذار أو أنك تترك عملك اللي أنت فيه برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعا وجود المريخ راح يكون في البيت التاسع اللي هو إلو علاقة بالسفر البعيد أو إلو علاقة بالهجرة أو الدراسة الجامعية أو القضايا القضائية فبدهم يحذروا في السفر البعيد ما يحذروا من التعامل مع الغرباء بدهم يتجنبوا القضايا القضائية إذا عندهم امتحانات بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض وينتبهوا من التسرع برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا تركيز راح يكون على الأموال المشتركة فإذا حاول تكون دقيق وحذر في المعاملات والأوراق المالية اللي تتعلق ببنك أو قرض أو ضريبة أو تامين أو إنك تداين أشخاص فلوس لأنه بالفترة هاي ما راح تحصل عليهم نهائيا وإحذروا من أي شراكة مالية جديدة يعني بدك تدرسها بشكل جيد في أشخاص من العقرب ممكن يفكروا بقرض مالي ولكن ما بنصح بهذه الفترة لأنه ما راح تكون قادر على دراسة وضعك بشكل جيد إنه عندك قدرة على السداد أو لا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هنا راح يكون المريخ موجود مقابلك تماما هو بيدعمك على مستوى الشراكة سواء العاطفية أو المالية أو العلاقة ما بين الأزواج ولكن بالمقابل بيعمل نزاعات وخلافات ما بين الأزواج وسوء تفاهمه وما بين الشركاء فضبط الأعصاب مطلوب حاول تكون حكيم في إدارة الأمور برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هنا بدكوا تكونوا حذرين جدا لأنه هنا عملية وجود المريخ راح تكون في البيت السادس اللي إلو علاقة بالعمل وإلو علاقة بالصحة فحاول إنه تخلي علاقاتك مع الزملاء جيدة حاول إنك ما تتغيب عن عملك وما تستهين بالواجبات المطلوبة منك ممكن تكون فترة مرهقة من كثرة الأعمال فما تتغيب وما تهمل وما تلهي نفسك بأمور أو أعمال مش مهمة وانتبه عن رفع حاجيات ثقيلة عن الأرض عشان أسفل الظهر والجهاز العصبي بيكون عندك بأكثر حساسيته بالنسبة لموليد برج الدلو بدهم يضبطوا عصابهم أثناء التعامل مع الأحبة لأنه المريخ موجود في البيت الخامس بيخلي فيه نوع من أنواع التواصل والرغبة العارمة للحب والتواصل مع الأحبة أو مع الأبناء ولكن في نفس الوقت بيسوي نوع من أنواع العصبية والحدية فبدك تضبط أعصابك أثناء التعامل مع أبنائك أو مع الأحبة وبرضو ما تحاول أنك تتحكم فيهم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بدهم يتجنبوا أي مواجهة مع أفراد العائلة لأنه بالفترة هاي المريخ رح يكون فيه بيت البيت أو بيت العائلة إذن الفترة هاي في بعض المشاحنات على مستوى البيت والعائلة أو أحداث تتعلق بأعطال وبدكوا تحذروا وخصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا قريبين من مجال النيران اللي هم الطباخين مثلا أو اللي عندهم مطاعم أو اللي بيشتغلوا في الصلب في الحديد في النار في أي شيء له علاقة بالنيران والأدوات الحدي بدهم يحذروا بالفترة هاي وبدهم يركزوا بشكل جيد وخصوصا ستات الفيوت تحديدا من الجروح أو الحروق الفترة هاي برضو ممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية اللي تكون بشكل مفاجئ هيك بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء